في أسوأ كوابيسها لم تكن أوروبا تتوقع أن تصل بها الأمور إلى ما وصلت إليه فجائحة كورونا التي فتكت بالقارة العجوز يبدو أنها ستترك آثارا سياسية واقتصادية أكبر من تلك الآثار الصحية التي ما زالت تعاني منها بلدانها الكبرى على وجه الخصوص إيطاليون يحرقون العالم الأوروبي شاحنات روسية في شمال إيطاليا تنقل مساعدات وسياسيون في روما يوجهون انتقادات لاذعة لشركائهم في بروكسل كلها معطيات بدأت تكشف عن تصاعد الغضب ضد الاتحاد الأوروبي من دول شلها وباء كورونا لا سيما إيطاليا وإسبانيا التي تتصدران حصيلة الوفيات في العالم وسط شعور بأن شركائهم الأوروبيين تركوهم في أسوأ أزمة يعرفونها منذ عقود القمة الأوروبية التي عقدت الأسبوع الماضي لبحث هذا الملف انتهت من دون نتائج وأجلت لأسبوعين آخرين وبدى واضحا أن ثم تهوة كبيرة حيث تسعى حكومات تتقدمها روما ومدريد إلى تعبئة دعم مالي مكثف من الاتحاد الأوروبي لتجاوز الأزمة لكنهما تواجهان رفضا من دول أخرى على غرار ألمانيا وهولندا وفيما يواجه الكوكب أسوأ أزمة عالمية منذ تأسيس الأمم المتحدة قبل 75 عاما وفق تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باتت حتى المساعدات الإنسانية خاضعة لمعايير سياسية وهو ما يبرز خصوصا في أوروبا تجاه الصين وروسيا التي تحاولان استغلال الأزمة بدوافع سياسية واقتصادية تحت غطاء إنساني وفق ما يقوله مسؤولون أوروبيون ليبدو الاتحاد الأوروبي عاجزا عن مساعدة دوله المنكوبة ويرفض في ذات الحين أي مساعدة خارجية ليصبح وجوده على المحك أكثر من أي وقت مضى حصيلة الضحايا التي تتصاعد كل لحظة تزيد من خشية أوروبا وعجزها عن مواجهة الوضع في ظل غياب التفاف أوروبي ففي إيطاليا التي تتفاق مؤزمتها برزت أعمال نهب في بعض المدن ما ينذر بخروج الأمور عن السيطرة بينما تتحدث الصحف الأوروبية عن قنبلة اجتماعية محتملة عبر عنها رئيس الوزراء الإيطالي جوسيب بيكونتي بالقول إن أوروبا تلعب الآن مباراة تاريخية